بايبي طلاب الصف الثاني الاعدادي جال امتحان محافظة ادارة دايروت معرفش ادارة دايروت دي تابع محافظة ايه بصراع حاجة اول مرة شوفها بحياتي بس يلا معلني طبعا الليسنين انا زي زي جو كده ما سمعتوش فبالتالي مش هحلو مش هخش في حاجة ما عرفتوش طبعا اهم حاجة عندي تكتب بيناتك كويس تمام انت شايف التحت ده مراية اللي الارقام دي مراية يعني ايه مراية يعني من الدرسين بحط فيها درجته بحطش حاجة تانية علي دا بيسأل بص كده الجملة اللي فوق دي علي is asking احمد about his hero علي بيسأل احمد على البطل بتاعه في العيلة اتخيم في العيلة يعني او الهيرو بتاعه يعني فبيقوله is your hero قال احمد فقال له my father ليه my father عشان هو تحت علي بيقوله what is your father's job يبقى هو هنا هيقول له my father تمام اصحى معي my father ليه عشان يور فاظر اللي تحتدي احمد هنا سأل سؤال فقال له great قال له في الاخر he works in a school عشان بس انت تقرأ قطعة تقرأ المحادسة فقا يبقى هو teacher ومدرس هشتغل فيها انا بقوله he works in a school يبقى where does he work اين هو يعمل في هنا سؤال بيقوله السؤال هنا الرابع اللي قبليه بيقوله does he like his job yes he does ايوه طبعا منها هيكرهها ليه في هنا سؤال number five يقوله yes i am so proud of him يبقى are you proud of him are you proud of him يالا بنا بسرعة على القطعة وقطعة reading reading is a very helpful habit يعني القراءة هواية مفيدة او متعاونة يعني it gives us التدية اللي يا reading gives us بتعطينا new ideas افكار جديدة and improves وتنمي our language وتنمي اللغة بتاعتنا when you read اما انت اسم الله بتقرأ you need to be in a quiet place متعطي في مكان هادي it's better to wear your reading glasses ولازم تلبس نظر تلرى if it's necessary لو ضروري يعني you should read different topics ولازم تقرأ عنوين مختلفة او مقالات مواضيع مختلفة to remember what you read لعشان تفتكر انت بتقرأ ايه it's a good idea to have a pen لازم تبقى معك قلم جاف in your hand في ايدك to underline or recircle عشان حط خط او تحط دايرة the important idea عشان نحط خط او دايرة على الحاجات المهمة المعلومات المهمة او النقاط المهمة try to discuss لازم تتناقش what you have to read اللي انت قريته with your friend مع صاحبك او صحابك people read for different goals الناس بتقرأ لازم مختلفة some people read for enjoyment الناس بيقروا للمتعة just to feel happy عشان ينبوهم سطيد and spend a nice time عشان يقدر وقت لطيف ادر تريد فور ويرك والناس بيشتغل تقرأ عشان العمل what student read for their study والطلبة بتقرأ عشان الدراسة بتاعتهم or research او research اللي هو البحث all of us كلنا بنقرأ read the news بنقرأ الأخبار وذا بيذربط تقرير التقص also read messages بنقرأ كمان المسجز اللي هي الرسائل والإيميل والليترز وذات وي جيت والليترز اللي بجي لنا الجوابات اللي هي لو حد فتكرنا يعني وكده زي ما توقعنا بيقولك ات دي بتكشر اللي ايه reading ما هو لسه قالك ان هي بتمجدنا بالمعلومات والحركات والدكات السؤال التاني student الطلاب read for the research بيقرأ عشان research عشان البحث وكمان عشان ايه اللي استادي اللي هي نمبر بي السؤال التالت the word improves كلمة improves يعني ينمي means تعني to make it bitter bitter نمبر سي عشان تبقى أحسن bitter يعني أحسن هي الحالة التانية من جد جد جيد bitter أحسن تمام لو حسن لا ده أنا أحسن منه give suitable title ده السؤال الرابع دي ده عنوان مناسب وفي أحسن من الreading يا ابني reading is a helpful habit or reading is a great happy أنا جبت helpful habit من اللي تحت ده بس أنا أقول تزود هي ليه مفيدة عشان it gives us عشان هي بتعطينا new ideas أفكار جديدة and improves our languages وبتقوي اللغة بتاعتنا السؤال الثالث why do you think ليه لازم ايه انتهيب معك ألم جاف لما تيجي تكتب لما تيجي أصد تقرأ عشان to main to underline or circle the main idea يلا بنعلك الاختيار air air pollution اللي هو تلوث الهواء اللي هي number c تمام air pollution is when there are dangerous chemical in air يعني لما يبقى فيه مواد كموياك خطيرة chemicals in the air something احيانا means extremely good or excellent اللي هو الفانتاستيك حاجة أقوى اللي هي تبقى جامدة جدا في الجودة بدأت تقرأ بدأت ترمخ أتمطر while they were walking ده مضي مستمر يعني هي بدأت تشتي هما ماشيين السؤال الرابع بيقول لك النقط is a place where you can watch sports match أنت المكان اللي هتروح تتفرق يعني السبورت ماتش اللي هي stadium number c number five is important for any country أيه اللي المهم لأي بلد death الموت ولا education ولا thieves thieves يعني لصوص يعني لصوص هي ناصة هي مليانة أساسي طبعا education number b education يعني تعالي number six a is a place where we can have picnics picnics اللي هي العطلات أنت هتقضي النزهة الخلوية بتاعتك وتبص كده في السماء وتتأمل فين في park number b park هتقضي فيه picnics اللي هي نزهة الخلوية number seven we put نقط on the floor هنحط ايه على الأرضية أنا لقين حاجة يا ابني carpet يعني سجاد number d want to drop rubbish rubbish اللي هي القمامة كلمة rubbish اللي هي number a لكن طبعا letters اللي هي letters الحروف أو الجوابات little يعني صغير وطر ما روف number nine بيقولك this is the man man ده اللي هو رجل يبقى من للعاقل تبقى هو number a the bird is flying very بصوا يا جماعة flying ده فعل يبقى عايز حال وما عنديش قلت تلاتة اللي قدامكو لو لزا كان careful أو كويك أو لو دول تلاتة صفات إنما fast دي تنفع حال وتنفع صفة فحيبقى number دي اللي هي fast السؤال اللي قدامكو دوت الطلبة كلهم بيحلوه بصوا بروائهان يعني مستحس نوع العيل بيبص كده comes يجول لا يجول come عسل people must throw لا ده مينفعش الناس ترم الزبالة في الشوارع يبقى mustn't هو العيل بيشوفها مصدي يقولك خليها mustn't يعني يعني بحب الطلبة الرائعة دي تمام الطلب اللي بيقولك مثلا استراليا استراليا دي اللي هي قارة استراليا is not as hot as africa بس خلاص ما هي hot as يبقى as hot السؤال الأخير I slept in the tent last night طالما last night ده موضي بسيط يبقى أكيد slipped بس البراجراف حسبهلكم في أول تعليق كل البراجرافات بتاعته وانتو بقى طلعوا البراجراف اللي انتو عايزينه البراجرافة ده بقولك your favorite job وظفتك المفضل حسبهلكم في أول تعليق